قضية الصحراء ما هي متوجهة احنا الشعب الصحراوي لازم لاستفتاء ليده لاستقلاله ولا يقرر قرار اخر وكان الشعب الصحراوي اللي يقرر مكاج اللي يقرر في بلاستو شعوبها كان شبان ليمره في عمرهم 45 سنة زادوا في المخيمات 44 سنة ما هو عايش في مخيم يعني خلق خلاص فقد كل امال بغي ينطفض بغي يفوت العنف احنا ما نقبله ليه مش العنف ولكن لازم الامام المتحدة تقوم بالدورتاحها ان شاء الله وقال بان يا امروك داخل قالك سباب هلاك الجزائر الصحر العربي هاي هادي الامان ان يقتالك هادي برقص ان شاء الله قضي الصحران ما هي متوجهة احنا الشعب الصحراوي لازم ليستفتاء ليديه لاستقلاله ولا يقرر قرار اخر وكان الشعب الصحراوي اللي يقرر مكاج اللي يقرر في بلاستو شعوبها كان شبان ليمره في عمرهم 45 سنة اذا متابعين الكرام هناك واحد الحكمة جميلة جدا كتقول الخلاصة ديالا إلا شفت العدو ديالك غادي نحو التهليكة ما توقفوش ما تتردلوش في الطريق ما تقولوش ايا شكدير خليه يمشي نحو التهليكة ولفت العدو ديالك غبي خليه يقدي على رصب الغباء دياله ذلك هو العنوان الذي ينطبق على نظام حضارة الجزائر ولعل ما قاله ذلك الشيخ ذلك العجوز لبنغرينا في ذلك المقطع قال لي بأن سبب هلاك الجزائر سيكون هو البوليزاريو هو الصحراء الغربية المغربية وهو على حق لأنه وراكم شفتموا أخرا نظام حضارة الجزائر دخل مجر رياضي في الجزائر في الحيط بسبب من؟ بسبب من؟ بسبب مرتزقة البوليزاريو بسبب ملف الصحراء المغربية خرج على الرياضة في حضارة الجزائر وما زال غاد يخرج على الجزائر ككل ونحن بدين نكشف البواد من طبيعة الحال وأنا تعمت على أن نجيب لكم في الجزء الثاني من المقطع للسماعة وميري التصريح ديالعم جيد حاشاكم على المقاطع ديالطوابير شكو السبب في تلك الطوابير من تسبب بدرجة أولى في تلك الطوابير في حضارة الجزائر مرتزقة البوليزاريو لأن الأموال التي من المفترض أن تصرف على البصبعيين والجزائري المستحمرين وعلى المعيشة وعلى الاقتصاد وعلى التلمية وعلى المشاريع وعلى كذا صرفت على مرتزقة البوليزاريو لذلك نحن في المغرب لا نريدكم أن تتخلوا على مرتزقة البوليزاريو أنتم تقدمون لنا خدمة جلية لأنه في نهاية المطاف نظام حضارة الجزائر سيخبره في الحيد ومرتزقة البوليزاريو سيخبره في الحيد مرتزقة البوليزاريو وخلاشت على فراش الموت في موت سريري نبقى عندهم ما يقدمه نبقى عندهم ما يديره مع ذلك نظام حضارة الجزائر ما زال كسر في اليوم بلدي الفلوس لإنقاذهم من الإنعاش ولن يستطيعوا إنقاذهم من الإنعاش بل سوف ينضم نظام حضارة الجزائر إلى الإنعاش مع مرتزقة البوليزاريو لذلك يا عم جدحشكم يا عم مكتبون لا نريدكم أن تتخلوا على البوليزاريو استمروا في دعمهم استمروا في تقديم الأموال استمروا في تجاهل المعيشة للجزائريين استمروا في تجاهل الطوابير استمروا في عدم تقديم أي تنمية للبلاد استمروا في استنزاف الترواز دي النفط والغاز لا نريدكم أن تكونوا مثل دولة خليجية ولا دولة متطورة بل ابقوا في هذا الغباء لأن ذلك يخدمنا استمروا في دعم مرتزقة البوليزاريو لأن ذلك يفرحنا استمروا في دعم مرتزقة البوليزاريو لأن ذلك سوف يكون سبب هلاك هذا النظام كما قال ذلك العجوز فالأمور واضحة متبعنا الكلام دبعا مجد حاشاكون بخروجه بهذا التصريح صحب ليراكي السفزنا ولا غدي السفز المغرب ولا غدي السفز المغرب لا يا ولدي لا هذا الأمور ما بقيتش كتستفزنا هذا الأمور بالعكس هلنا تفرحنا كلما كنشوفكم متشبتين بالقشة وتأملون على أن القشة هي التي سوف تحقق لكم المستحيل نحن كنفرحوه كنفرحوه فاش كنشوفكم في هذا المستوى ونريدكم أن تضلوا على هذا المستوى وعلى هذا الخطاب والبصبا علم بردع نحن نعلم أنه مسروح وغادي معكم في هذا الخطاب الغبي الذي لم يتجدد منذ السبعينات تقرير المصير الاستفتاء الشعب عرفت الشعب القياطة والعجاج في نهاية المطافة ما هو حاليا وعندما تعرفوا أن هذا النظام بردع والذي يصدقهم بردع كثير منه البوليزاريو داروا دولة في تندوف وعندما تعرفوا وستأكدوا بأنهم حتى البوليزاريو عارفين معمور ما غدا يجعلون للصحراء المغربية معمور ما غدا يأخذوا الصحراء المغربية بل مبطوش قال بني قصر قصر رئاسي يسمى في تندوف cognizor ل شانت هاته تبنيه بالكطر في تندوف لا تعرف ماذا وصعد الوزارة الفلانية في تندوف ل شانت والجميع لا تعلم ما هي ما هي كتان وعرف أن هناك دولة مرتزقة البوليزاريو في الأقليم الجنوبي هيbuilt مات المستحيلات ولو التقت السماء مع الأرض على أنه تكون هناك دولة البوليزاري فهذا الخطاب متابعينا الكرام الخطاب ذي التبرديع والخطاب ذي الاستحمار نحن نريده أن يتواصل في حضارة الجزائر لماذا؟ لأن لا نريد لهذا النظام أن يتفرغ للتنمية لا نريد لهذا النظام أن يتفرغ للاقتصاد لا نريد لهذا النظام أن يحل المشاكل لا نريد لهذا النظام أن يوقف الاستنزاف المال لخزينة الجزائرية التي تصرف على مرتزقة البوليزاري لا نريد ولا نريد ولا نريد ولا نريد لأن إذا هدوا فاقوا وخدموا في عقلهم لا يجب أن يكونوا مصلحة لنا خليهم في هذا الغباء غباءهم يخدمونه كما قلت لكم في بداية الفيديو إذا رأيتكم العدو يتجهون نحو التهلكة والتهلكة للنظام حضرات الجزائر مسألة بسيطة جدا ورشنا مؤخرا كما ذكرت السابق بسبب مرتزقة البوليزاري يخرجوا على المجر الرياضي في حضرات الجزائر لا الجنباز لي مؤهلة للأولمبياد لا البطولة العرب لا كرة القادمة تنزل عليهم عقوبات دبات توقف المنتخب وتوقف الاتحادية وكلا كأس العالم وكأس أفريقيا ويحزنون وزيد 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 هذا شيء كامل بسبب مرتزقة البوليزاري لذلك نريدهم أن يظلوا متشبتين بالبوليزاري وأنا أتفق كليا مع رئيس الجمهورية للحضرات الجزائر على المجرد كدبون قامت شبتين أنا أريدكم أن تتشبتوا بالبوليزاري لأنهم سيكونوا سبب هلاككم وسبب انهيار هذا النظام نظام حضرات الجزائر والسبب علاش هذا النظام غديمشي بالجزائريين نحو الجحيم ونحو عشرية سوداء جديدة ونحو التخلف ونحو مجموعة من الأمور فتركائي متابعين الكرام تابعنا وإياكم تصريح خابي جديد لعمجيد حشاكم الرئيس الدمية للحضرات الجزائر الذي أعلن أنه سيبقى بالبوليزاري تقود حضرات الجزائر نحو التهلكة فمبروك عليكم متابعين كلها مراكم في فيديو قادم